في عصر هذا التطرف والإسلام السياسي والدعشنا والقعدنا ياريت اللي بلاقيه وقت يحاول يلقي نظرة كل يوم الثاني على تفسير المنار للشيخ رشيد رضا وعلى مجلة المنار سيشيد شعره يقول هذا الشيخ من شوخ المسلمين قبل مئة سنة وهكا عقليته وهكا تقافته وهكا تقاعده والمسائل ومتهم شوية أنه متزمد قال عندي التنويريين بحر علم عقل واسع قدرة غير عادية واليوم شوف مشايخ اليوم ودكاثرة اليوم والأستاذ الدكتور والبروفرسور وأصحاب المؤلفات أشبه بالعاهات الفكرية الله يرحم الشيخ الشيخ دره ويرحم أيامه نحن فعلا صرنا بحكم الطبيع نمشي إلى الوراء نحن متأخر والعالم تخدم حتى في مجال الدرسات الدينية وفهم الدين رشيد رضا شغل كبير رحمة الله عليه رشيد رضا لما تكلم في حكم زواج المشركات وأوعب الحديث وأوعب الحديث عارف ما قال قال لو للتساهل وفتح باب الترخص في هذه المسائل بهذه الاجتهادات اللي ما قال بها الجماهير لكن قال بها بعض العلماء الكبار تقريبا لما انتشر الإسلام في الصين من أكبر أسباب انتشار الإسلام في الصين والنحن بعشرات الملايين تزوج المسلمين الذكور من صينيات وهن على أديانهم ومش يهوديات ومش مسيحيات ما رايك؟ كان في اجتهاد فكان هذا من أكبر الأسباب اللي أدخلت الإسلام في الصين على فكرة أنا أقول لك حتى في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان لو توسع المسلمون في زواج غير المسلمات من مسيحيات ويهوديات لكن في شرط ثاني مهم جدا 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 مش إحنا مش إحنا مش أنتو مش مسلمين نصكم بدي مسلمين حقيقيين اخذين دينهم بصدق ملتزمين في بحق أنا أقول لك سيكون هذا من أكبر الأسباب لتوسع انتشار إيش الإسلام ما في إنسان يطلع على الإسلام الحق بجماله وعظمته وتسامعه وسعته إلا أقبل إليه بقلبه بإذن الله تعالى والله العظيم وما في إنسان يفهمه سطوحيا وشكلانيا وقشوريا إلا إيه إلا نفر منه وخاصة بطريقة شكلانية المعاصرين هؤلاء شكلانية إيه المعاصرين حتى وإن كان مسلم هنا شعف الإسلام يبدأ ينفر منه ويتشكك فيه والله المستعان مصيبة عظيمة